سر العالم ليزا نيكولاس تقول يميل الناس للنظر إلى الأشياء التي يريدونها وتجد أحدهم يقول نعم أود ذلك أريد ذلك وبرغم من هذا فإنهم ينظرون إلى الأشياء التي لا يريدونها ويمنحونها قدرا أكبر من الطاقة من خلال تفكيرهم في محاولة القضاء عليها وتخلص منها ومحوها من الوجود في مجتمعنا صرنا معتادين على محاربة أي شيء محاربة السرطان، محاربة الفقر، محاربة الحرب، محاربة المخدرات، محاربة الإرهاب، محاربة العنف نميل لمحاربة أي شيء لا نرغب فيه مما يخلق في الحقيقة المزيد من الحرب هيل دوسكن معلم ومؤلف كتب يقول أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه وهكذا إن كنا غاضبين حقا على سبيل المثال تجاه استمرار حرب أو مجاعة أو معاناة فإننا نضيف غضبنا إلى الأمر إننا ندفع أنفسنا وذلك يخلق المقاومة فقط كلما قاومت شيئا زادت سطوته عليك بوب تويل يقول إن السبب في أن ما تقاومه يسيطر عليك هو أنك عندما تقاوم شيئا ما فإن الأمر يبدو كأنك تقول لا أنا لا أريد هذا الشيء لأنه يجعلني أشعر بهذا الشعور هذا الشعور الذي يروضني الآن وبهذا أنت تقول بإحساس قوي أن لا أحب هذا الشعور ومن ثم ستحس بالمزيد من هذا الشعور إن مقاومة أي شيء هي مثل محاولة تغيير الصور الخارجية بعد أن تكون قد بثت إنه سعي لجدوى منه عليك أن تتجي إلى الداخل وتبث إشارة جديدة بأفكارك ومشاعرك لصنع صور جديدة عندما تقاوم ما حدث فإنك تضيف المزيد من الطاقة والمزيد من القدر على تلك الصورة التي لا تروق لك وتجلب المزيد منها بمعدل سريع جدا وبالتالي تضخم الحدث أو الظروف لأن ذلك هو قانون الكون جاك كان فيلد يقول الحركة المناهضة للحرب تخلق المزيد من الحرب الحركة المضادة للمخدرات قد خلقت بالفعل المزيد من المخدرات لأننا نركز على ما لا نريده المخدرات ليزا نيكوليس تقول يعتقد الناس أننا إذا أردنا حقا القضاء على شيء ما فلابد وأن نركز عليه ما الجدوى التي نحققها في منح المشكلة المحددة كل طاقتنا بدلا من أن نركز على الثقة والحب والعيش في رخاء والتعليم أو السلام جاك كان فيلد يقول كانت الأم تريزا شخصية ذكية لقد قالت لن أحضر أبدا تظاهر مناهضة للحرب ولكن إذا كانت لديكم تظاهر من أجل السلام أدعوني لقد كانت تعلم كانت تفهم السر وانظر إلى ما حققته في العالم إذا كنت من مناهدي الحرب كن داعيا للسلام بدلا من ذلك إن كنت من مناهدي الجوع كن داعيا لحصول الناس على مزيد من كفايتهم لتناول الطعام إذا كنت مناهدا لسياسي بعينه شجع منافسه غالبا ما تكون نتائج الانتخابات لصالح الشخص الذي يرفضه الناس حقا لأنه يحصل على كل الطاقة وكل التركيز كل شيء في العالم يبدأ من فكرة واحدة الأشياء والأحداث الأكبر حجما تصير أكبر الآن لأن المزيد من الناس يمنحون أفكارهم لها بعد أن تظهر وتلك الأفكار والعواطف تبقي على هذه الأحداث في وجودنا وتجعلها أكبر حجما وإذا خلصنا عقولنا منها وركزنا بدلا من ذلك على الحب فإنها لن توجد سوف تتبخر وتتلاشى تذكر وهذه واحدة من أصعب الجمل على الفهم وأكثرها روعة لذلك تذكر أنه بصرف النظر عن مقدار الصعوبة بصرف النظر عن المكان بصرف النظر عن المبتلى ليس لديك مريض إلا نفسك ليس لديك شيء لتقوم به إلا إقناع نفسك بالحقيقة التي ترغب أن تراها متجسدة جاك كان فيلد يقول لا بأس من ملاحظة ما لا تريده لأن هذا يمنحك شيئا عكسه تقول عنه هذا ما أريده لكن في الحقيقة هي أنك كلما تتحدثت بشأن ما لا تريد أو تحدثت عن مدى سوءه أو قرأت حول ذلك طيلة الوقت ومن ثم تقول كم هو بشع ومروع فإنك هنا تصنع المزيد منه ليس بوسعك مديد العون للعالم بتركيزك على الأشياء السلبية عندما تركز على الأحداث السلبية للعالم فإنك لا تضيف إليها وحسب إنما تجلب المزيد من الأشياء السلبية إلى حياتك في الحين نفسه عندما تظهر الصورة بشيء لا تريده فإنه دورك لتغير من تفكيرك وتبث إشارة جديدة ولو كان موقفا دوليا فلستاب عاجزا أو معدوم الحيلة لديك كل القدرة ركز على شخص مبتهج ركز على الوفر في الطعام امنح أفكارك الفعالة لما تريده لديك القدرة على منح الكثير للعالم من خلال بث مشاعر الحب والسلامة بغض النظر عما يجري من حولك جيمس راي يقول في أوقات عديدة للغاية لا يقول للناس حسنا يا جيمس لابد أن أتزود بالمعلومات الضرورية ربما لابد علينا أن نتزود بالمعلومات الضرورية ولكن لسنا مضطرين لأن تغمرنا المعلومات في فيدها عندما اكتشفت السر اتخذت قرارا بألا أشاهد نشرة الأخبار أو أقرأ الصحف بعد ذلك لأن هذا لا يحمل لي شعورا طيبا لا يمكن لوم الخدمات الإخبارية والصحف على أي نحو لإذاعة الأخبار السيئة ولكن لسنا مضطرين لأن تغمرنا المعلومات في فيدها عندما اكتشفت السر اتخذت قرارا بألا أشاهد نشرة الأخبار أو أقرأ الصحف بعد ذلك لأن هذا لا يحمل لي شعورا طيبا لا يمكن لوم الخدمات الإخبارية والصحف على أي نحو لإذاعة الأخبار السيئة ولكن كمجتمع عالمي فإننا مسؤولون عن ذلك نحن نشتري المزيد من الصحف عندما تتصدر العنوين مأساة ضخمة وترتفع معدلات مشاهدات لقنوات الجديدة لتصل إلى السماء حين تقع كارثة وطنية أو عالمية وهكذا فإن الخدمات الإخبارية والصحف تقدم لنا المزيد من الأنباء السيئة لأننا كمجتمع نقول أننا نريد ذلك الإعلام مجرد نتيجة ونحن الصباب أنه محد قانون الجذب في حيز التطبيق الخدمات الإخبارية والصحف سوف تغير ما تقدمه لنا عبر بث إشارة جديدة والتركيز على ما نريد مايكل برنارد بيكوث تعلم أن تصير هادئاً وإن تشيح انتباهك بعيداً عن ما لا تريد وكل الشحن العاطفي المحيطة به وأن تضع انتباهك على ما تتمنى أن تعيشه فالطاقة تتدفق حيث يوجد الانتباه فكر بحق وسوف تكون أفكارك هي غذاء مجاعات العالم هل بدأت ترى القدرة غير العادية التي لديك في هذا العالم فقط من خلال وجودك وعندما تركز على الأمور الطيبة فإنك تشعر شعوراً طيباً وتجلب المزيد من الأشياء الطيبة إلى العالم وفي الوقت نفسه فإنك تجلب المزيد من الأشياء الطيبة إلى حياتك عندما تشعر بشعور طيب فإنك تصلح حياتك وكذلك تصلح العالم دكتور جون دي مارتيني يقول أقول على الدوام أنه حين يصير كل من الصوت والرؤية بداخلك أعمق وأوضح وأعلى صوتاً من الأراء التي بالخارج فإنك عندئذ تكون قد سيطرت على حياتك ليزا نيكولاس تقول ليست مهمتك هي تغيير العالم أو تغيير الناس المحيطين بك إنما مهمتك هي أن تسير مع التيار المتضفق بداخل الكون وأن تمجده بداخل العالم الذي يوجد أن تسيد حياتك والكون مصخر لإطاعة أوامرك لا تكن مستسلماً للسور التي ظهرت أمامك إذا لم تكن هي لما تنشده تحمل المسئولية عنها استخف بها وتخلى عنها فكر بأفكار جديدة حول ما تريده استشعرها وكن ممتناً لتحقيقها الكون يبتسم بالوفرة دكتور جو فيتال أحد الأسئلة التي تطرح طيلة الوقت هو ماذا لو أن كل الناس استخدموا السر وتعاملوا جميعاً مع الكون بوصفه كاتالوجاً ألن تستنفذ موارده؟ ألن يهرع الجميع إليه حتى يفرغ رسيد؟ مايكل بيرنارد بيكوه يقول الشيء الجميل بالشأن تعليم السر هو أن هناك أكثر مما فيه الكفاية لسد احتياجات الجميع ثم تكذب تعمل عمل الفيروس بداخل عقل الإنسانية وتلك الكذبة هي ليس هناك ما يكفي من الخير للجميع هناك نقص وهناك حدود وقيود وليوجد ما يكفي للجميع وتجعل تلك الكذبة الناس يعيشون في الخوف والجشع والحقد وتلك الأفكار الخاصة بالخوف والجشع والحقد والنقص تصير هي الواقع الذي يعيشونه وهكذا يتناول العالم قرصاً يدفع به إلى كابوس والحقيقة هي أن هناك أكثر من الكفاية من الخير وأكثر مما يكفي من الأفكار الإبداعية وأكثر مما يكفي من الطاقة ومن الحب أكثر مما يكفي من البهجة وهذا كله يبدأ في التضفق إلى العقل الذي يدرك طبيعته غير المحدودة معنى أن تعتقد بأنه ليس هناك ما فيه الكفاية هو أن تنظر نحو الصور الخارجية وأن تظن أن كل شيء ينبع من الخارج حين تفعل ذلك ستصير في أغلب الأوقات لا ترى إلا النقص والقيود والقصور إنك تعلم الآن أنه لا شيء يأتي إلى الوجود من الخارج وأن كل شيء يأتي أولاً من التفكير والشعور به في الداخل عقلك هو القوة الإبداعية لكل الأشياء وهكذا كيف يمكن أن يكون هناك أي نقص أو افتقار إنه أمر مستحيل إن قدرتك على التفكير غير محدودة وبالتالي فإن الأشياء التي يمكنك إيجادها عن طريق التفكير غير محدودة كذلك وهكذا هو الحال بالنسبة للجميع فعندما تعلم هذا حقاً فإنك بذلك تفكر بعقل يعلم طبيعته التي لا تحدها قيود ولا حدود جامس راي يقول كل معلم عظيم ولد على وجه الأرض قد أخبركم أن الأصل في الحياة هو الوفرة واسعة الخير جوهر هذا القانون هو أنك لا بد أن تفكر تفكيراً يتسم بالوفرة ويتمحور حولها أن ترى هذه الوفرة وأن تشعر بها وأن تؤمن بها لا تسمح لأي فكرة تخص النقص والافتقار أن تمر إلى عقلك جون أسراف يقول وهكذا فحين نعتقد أن الموارد تتناقص نجد موارد جديدة يمكنها تحقيق الأمور ذاتها تعد القصة الحقيقية لفريق عمل شركة بيلز أويل مثالاً ملهماً لقوة العقل البشرية على العثور على الموارد قد كان تم تدريب مدراء شركة بيلز ناترال انرجي ليمتد على يد الشهير دكتور توني كوين المتخصص في التدريب السايكيولوجي الإنساني من خلال تدريب دكتور كوين على استخدام قوة العقل صار المدراء على ثقة من أن صورتهم الذهنية لتحويل بيلز إلى شركة إنتاج بترول ناجحة سوف تصبح حقيقية واتخذوا خطوة شجاعة إلى الأمام قدماً للتنقيب عن البترول في مرسد إسباني وخلال عام واحد قصير تحول حلمهم ورؤيتهم إلى حقيقة وقد اكتشفت الشركة بترولاً من أجود الأنواع وبكميات وفيرة في المكان نفسه الذي أخفقت الشركات الأخرى في العثور فيه على أي كمية صارت شركة بيلز شركة إنتاج بترول لأن فريق عمل غير عادي آمن أفراده بالقدرة غير محدودة لعقولهم لا شيء محدود لا الموارد ولا أي شيء آخر لكن العقل الإنساني فقط يعتقد ذلك عندما تتفتح قولنا على القدرة الإبداعية غير المحدودة سوف نستدعي الوفرة ونرى ونعيش عالماً جديداً كلياً دكتور جون جي مارتيني يقول حتى لو قلنا إن لدينا قصوراً وافتقاراً فذلك لأننا لن نوسع من أفاقنا لرؤية كل ما يحيط بنا دكتور جوفي تالي يقول أعلم أنه حينما يبدأ الناس في العيش من صميم أفئداتهم ويسعون صوب ما ينشدون فإنهم لا يسعون وراء الأشياء نفسها وهنا يكمن جمال الأمر فلسنا جميعاً نرغب في امتلاك سيارات بأم دابليو ولا نريد جميعاً الارتباط بالشخص نفسه ولا نريد جميعاً عيش نفس التجارب والخبرات لا نريد جميعاً ارتداء الملابس نفسها لا نريد جميعاً إلى آخر أنت هنا فوق هذا الكوكب المبارك السعيد وتحظى بهذه القدرة الرائعة من أجل أن تصنع حياتك ما من حدود أمام ما تستطيع أن تصنعه لنفسك ذلك لأن قدرتك على التفكير ليس لها حدود ولكنك لا تستطيع أن تصنع حياة الأشخاص الآخرين بدلاً منهم ولا يمكنك أن تفكر بدلاً منهم وإذا ما حاولت أن تفرد آراءك على الآخرين فلن تجذب إليك إلا القوى المماثلة لهذا لذا داعي الآخرين يصنعون حياتهم التي ينشدونها هناك ما يكفي للجميع إذا أمنت بذلك ورأيته وتصرفت انطلاقاً منه سوف يتجل أمامك تلك هي الحقيقة إذا كان ينقصك أي شيء إذا سقطت فريسة للفقر أو المرادة فذلك لأنك لا تؤمن أو لا تفهم القدرة التي تحظى بها ليست المسألة هي ما منحه لك الخالق فهو يمنح كل شيء للجميع الناس يقدم الخالق كل الأشياء لكل الناس من خلال قانون الجاذب إنك تمتلك القدرة على اختيار ما تريد أن تعيشه ألا تريد أن يكون هناك ما يكفي لك وللجميع؟ اختر ذلك إذا واعلم أن هناك وفر من كل شيء هناك معين لا ينضب هناك الكثير من الأمور الرائعة لدى كل من القدرة على اللجوء إلى ذلك المدد الخفي غير المحدود من خلال أفكارنا ومشاعرنا وجلبه إلى حياتنا فاختر لنفسك إذا لأنك الشخص الوحيد الذي يستطيع هذا ليزا نيكوليس تقول كل شيء تريده كل البهجة الحب الوفرة السعة النعمة موجود جاهز لكي تحكم عليه قبضاتك وعليك أن تصير شديد التوقي إليه وعليك أن تكون واعيا قاصدا وحين تعقد النية وتحث السعي نحو مقصدك سوف تجد في الكون كل شيء تكون قد رغبت فيه تعرف على الأشياء الجميلة والرائعة من حولك باركها واثني عليها وعلى الجانب الآخر فإن الأشياء التي لا تمضي حاليا على النحو المنشود بالنسبة لك لا تنفق طاقتك في الانتقاد والشكوى منها اعتز بكل شيء تريده بحيث تحصل على المزيد منه إن كلمات ليزا الحكيمة بأن تبارك وتثني على الأشياء المحيطة بك تقدر وزنها بميزان الذهب بارك واثني على كل شيء في حياتك فحين تمتن أو تبارك تكون على التردد الأسمى للحب فقد استعان رجال الدين بهذه المباركة لتحقيق الصحة والثروة والسعادة لقد علموا قدرة المباركة وللأسف لا يستعين معظم الناس بكلمة المباركة إلا في مناسبات محدودة وهكذا لا يستخدمون إحدى أعظم القوى لصالحهم ورخائهم وتعرف بعض القواميس المباركة على أنها طلب الخير الإلهي وملح السلامة أو الرخاء وهكذا فلتبدأ الآن في طلب المباركة في حياتك وبارك كل شيء وكل شخص ومثل ذلك الثناء لأنك حين تثني على شخص ما أو شيء ما فإنك تمنح الحب وعندما تبث ذلك التردد الهائل سوف يعود إليك مضاعفا ما أتمر الثناء والمباركة يذهبان بكل السلبية فاثني وبارك أعدائك فعندما تلعن أعدائك ترتد اللعنة إليك وتؤذيك وإذا ما أثنيت عليهم وباركتهم سوف تبدد كل السلبية والخلاف وسوف يعود إليك الحب الخاص بالثناء والمباركة وعندما تثني وتبارك ستشعر بنفسك تتحول إلى تردد جديد ومعه المردود الخاص بالمشاعر الطيبة دكتور دينيس ويتلي أغلب قادة الماضي فاتهم جزء عظيم من السر وهو دعم ومشاركة الآخرين هذا هو أفضل وقت يمكن العيش فيه عبر التاريخ كله إنه أول وقت اكتسبنا فيه القدرة على المعرفة بمنتهى السهولة والبساطة بهذه المعرفة تصير مدركا لحقيقة العالم وحقيقة نفسك أعظم ما اكتشفته فيما يخص السر حول موضوع العالم ينبع من تعاليم روبرت كولير وبرينتيس مولفورد وشارليز هانيل ومايكل بيرنارد بيكوث فقد وصلنا بذلك الفهم إلى الحرية التامة أرجو حقا أن تستطيع الوصول إلى موضع تلك الحرية نفسها إذا استطعت فعندئذ سوف تستطيع من خلال وجودك وقوة أفكارك أن تجلب أعظم خير لهذا العالم والمستقبل الإنسانية كلها السر في نقاط موجزة ما تقاومه سوف تجذبه لأنك تركز تركيزا قويا عليها بمشاعرك لكي تغير أي شيء اتجه إلى داخلك وبث إشارة جديدة بأفكارك ومشاعرك لا تستطيع مد يد العون للعالم والتركيز على الأمور السلبية فعندما تركز على أحداث العالم السلبية فإنك تضيف لها ليس هذا وحسب لكنك أيضا تجلب المزيد من الأمور السلبية إلى حياتك أنت بدلا من التركيز على مشكلات العالم امنح انتباهك وطاقتك للثقة والحب والوفرة والعلم والسلام لن تنفذ الأشياء طيبة أبدا من بين يديك لأن هناك أكثر من الكفاية للجميع والحياة من طبيعتها السخاء والوفرة لديك القدر على أن تلجأ إلى المعين الذي لا ينضب عبر أفكارك ومشاعرك وأن تجلبه إلى تجاربك في الحياة بارك واعتز بكل شيء في العالم وسوف تبدد الطاقة السلبية والخلاف والتشاحن وسوف تتحالف مع التردد الأسمى ألا وهو الحب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر